السلام عليكم و أهلهم و سهلا بكم في مراجعة الموسم الثالث من مسلسل لو بين قبل ما نبدأ الفيديو لا تنسى الايك عليك و اشترك قطف القناة اذا لحد الامر لمشترك وهي الحال اراح يكون فيها حرق فإذا اتمنى انكم يتفرجوا على الموسم الثالث برو والله نصيح مني لا تفرج علي عالفوضي لا تفرج علي كمل المراجعة واحد من مسلسلاتي اللي ممكن نقول عن الموسم الاول كان جيد جدا الموسم الثاني كتكملة للموسم الاول ممكن نقول انه كان ماشي حاله طبعا بهيك مسلسلات أو بهيه النوعية من المسلسلات ممكن نقول أنه لازم نشيل المنطقة شوي على طرف لأن القصة تحتاج أن يصير بعض الأشياء الغير منطقية فوقت تركز بالأمور الإخراجية من ناحية التفاصيل ومنطقية للأحداث رح تشوف أنه عندك بعض المشاكل فعشان هيك عبقى لك لازم تشيل هين أمور من بالك تشيل فكرة أنه أنا رح أتفرج على عمل كامل متكامل من الناحية المنطقية ومن الناحية الإخراجية فممكن نقول عن الموسم الأول والثاني أنه كانوا جيدين وكتمثيل كمان الممثل رح نقول عليه عمرش ممكن لفظه باختلاف مرة ولكن نحن رح نقول عمرش تمثيله كان بصراحة جيد جدا متقمس هاي الشخصية بطريقة ممتازة حتى بقي الطاقم التمثيلي إلى حد ما كان جيد ما بتحسن أنه تفي عندك مشاكل من الناحية التمثيلية الموسيقى التصويرية التصوير بشكل عام القصة اللي ممكن نقول أنه هي بسيطة إلى حد ما ولكن بتمشي لك الفكرة اللي المسلسل عبيت طرحها كل هاي الأمور ممكن نقول أنه هي كانت موجودة في الموسم الأول والثاني انتقالا من كل هذا الكلام منوصل لعند الموسم الثالث لأن يا جماعة وبيختصار شديد الموسم الثالث بيدور حول تزوير شخصية أسان لوفاته فعن طريق تزوير وفاته بتتمكن عائلته من الاستمتاع بحياة طبيعية ولكن أثناء هاي العملية بيصير شيء محيا بيغير كل الموازين طيب يا جماعة هلأ رح نمشي حبة حبة مثل ما شفنا في الجزء الثاني والجزء الأول حتى مع نهايته أنه موضوع الخطف وتحديدا بعائلته مو شيء جديد بزماناته ابنه راول بينخطف فبالتالي الحبكة ذات نفسه هي شيء مكرر يعني أنت عبت تحكي على حبكة موسم الثالث أنه والدته بتنخطف وتستخدم كطعم ما هو أساسا ابنه كان مخطوف في الجزء الثاني وبنهاية الجزء الأول فهي أول نقطة أنت ملكا محقق شيء جديد بالقصة الآن انطلاقا من هذا الكلام مننتقل بقال النقطة يلي بصراحة كانت مسيطرة على الجو اللي موجود بالسبح حلقات طبع هذا المسلسل سبح حلقات خمسين دقيقة بيحبك أنت إلى حد ما كيشفه بتحس ما في شيء جديد أنت بتفرج عليه طويلة كانت كتير المسلسل يا جماعة كان ممل والملل هاد مو بس بسبب أنه الحبكة مكررة فيه ثلاث أسباب رئيسيات لهذا الملال في الجزء الأول والتالي شخصية أسن كان حرة ما في حدا عب بلاحقه ما في حدا بيضطر هو أنه يتخبى منه فبالتالي عنده راحة بطريقة أو بأخرى بأنه بيتصرف ويروح ويجي للأماكن اللي بدو إيها وهذا الشيء اللي بيخلق حالة الإثارة في جو المسلسل فأنت كمشاهد بتقعد وتستنى إشو هي الحيلة القادمة لهي الشخصية فعن طريق أنه هو ملاحق من قبل ناس بيضطر أنه هو بالخفاء يتجول هاي النقطة كانت عامل أساسي في الجزء الثالث من أنه يكون المسلسل ممل فكمية الحيل على أنه هي كانت موجودة لساتها موجودة لأنه أنت بالأخيرها بتحكي على لوبين فضروري جدا أن يكون فيه حيل بس مع ذلك كانت أقل بكثير من الموسم الأول والثاني وإذا انتبهتوا أني ببداية هاي الحلقة ببداية هذا الفيديو ذكرتكم أعطيكم أنه الهدف من هاي المسلسلات من هاي نوعية من المسلسلات أنك أنت كمشاهد تستمتع بغض النظر عن اللامنطقية الموجودة في الأحداث أنت لازم تستمتع فعن طريق تقليل الحيل هذا الاستمتاع راح يروح حبه وراحبه فلا منطقية وحيل قليلة وحبكة مكررة صار عندك مشاكل من ناحية الملال النطة الثانية عائلة أسن ذات نفسها الآن أوكي ما عنا مشكلة في أنك أنت تفرضيني شيء من الماضي لحتى أنا أتعلق بطريقة درامية مع شخصية أسن ذات نفسها مع عائلته ولكن هذا الشيء كان بصراحة معمول بطريقة سيئة في سير الأحداث أو في سياق القصة التسلسل الدرامي للأحداث هاي المشاهد اللي عب تكون كفلاش باك للماضي اللي عائلته لأسن ما كانت عب تؤدي الغرض اللي هي موجودة مشانه ضروري أنك أنت تشوف الماضي وخلفية الشخصيات لحتى تتعلق معهم ولكن المشكلة اللي كانت موجودة أنه ما عب يكونوا موجودين بالمكان الصحيح وكان كتير كتار بصراحة كان في كتير مشاهد خلص أنا شفت أشي اللي صار في الماضي ما ضروري تفرجيني كتير شغلات وحدة وراء وحدة وهيك صار وهيك خلص يعني ممكن كانوا يختصروا كتير من هاي المشاهد ممكن كانوا يختصروا على الأقل تقدير حلقة شوف ركز معي أنت اليوم بموضوع الحيال لو هنن مكترينهم كان حتزيد نسبة الإثارة عندي ولو مقللين مشاهد الفلاش باك والماضي كان زادت الإثارة قلنت لمشاهد المالطامي فبالتالي أخذت ست حلقات رتمة سريعة وبتمبصير النقطة الثالثة إنه شخصية أسن في هذا الموسم كان هو الفريسة يلي عبي حاولوا إنه يصطادوا أو رح يتم استيادوا من خلال الأحداث عكس الموسم الأول والموسم الثاني اللي هو كان دائما الإنسان يلي بيستهدف يلي هو بيصيد هالمرة هو اللي عبي ينصاد فهذا الموضوع كمان حسيت أنه لا أنا ما عبي تفرج على المسهلسة اللوبي لحتى أشوف ناس عبي تحول تلقي القبضة علي أنا مو سبب دخولي لهذا المسلسل هو هذا الشيء لو أنت مفرجيني هذا الموضوع بالموسم الأول والثاني كان أوكي ما يشي الوضع ما عندي مشكلة بس أنت عرفني على هذا المسلسل وعرفني على هذه الشخصية بطريقة معينة عبي تغير لي من الشخصية أو عبي تغير لي من طريقة تقديم الشخصية هذا الشيء بصراحة أنا ما عجبني ننتقل للنقطة يلي بصراحة ما عجبتني أبدا كمان نهاية المسلسل نهاية المسلسل الواضح أنه سيكون فيها عنا موسم رابع لا أعرف إذا بصراحة نتفليكس جددت وصار في عنا موسم رابع بشكل رسمي ولكن من الواضح من خلال الأفلان وفي عنا موسم رابع ورح ندخل أكتر لعائلة بلغريني ونشوف الماضي تمعها وندخل في الأحداث أكتر وأكتر Who care شوفوا وصيت معيني أنا أحكي بالإنجليزي مين مهتم مين مهتم بس ألي مين مهتم في عائلة بلغريني أنا مني وعلي ما لي مهتم ما بعب إذا في أحدا مهتم بس ألي مين مهتم أنا ما لي مهتم وبالأخير للمسلسل عبي يفرجيني أنه شخصية أسن ماتت عبي تحاول أنك أنت تزيف موتو بطريقة واضح جدا للجمهور أنه هو عايش فبالتالي هي الحيلة اللي أنت عبي تحاول تستخدمها وقت تكون جدا مكشوفة وجدا واضحة ما حتأثر فيني أنا كمشاهد شوف ممكن تشوفوني بثير سلبي ولكن للقصة بتخلينا أتحمس لموسم الرابع ولا هاي القفل اللي أنت قفلت فيها الموسم بتخلينا أتحمس عقلت بالجريني بتخلينا أتحمس الجو العام اللي موجود ما تخلينا أتحمس الموسم الثالث كان سيء بصراحة كان سيء جدا جدا يمكن الإيجابية الوحيدة اللي كانت موجودة في هذا الموسم اللي بصراحة عجبتني شخصية أسن وشخصية يوسف اللي خلينا نقول كانت فيه ما بيناتهم هيك كيمياء جميلة جدا هنا نتنين مهتمين في لوبيين ولكن بالطريقة أو بأخرى أنت من خلال بداية المسلسل بداية العلاقة مع بيناتهم بتحس أنه ما ممكن هنن اتنين يعودوا بفائدة على بعضهم ولكن مع تتالي الحلقات وتتالي الأحداث بتشوف أنه لا في طريقة أو بأخرى هنن اتنين عا بيحاولوا أنه ينفيدوا بعضهم وهذا الشيء بصراحة أنا عجبتني شفت أنه فيه كيمياء جميلة مع بيناتهم والله يكتبت بنى أنه يستغلوه أكتر من هيك بس مع الأسف الشديد راحت هباء منثورة مع هذا الموسم يلي يعتبر سيء ملخصا ليقول هذا الكلام أنا بعرف وعلى يقين تام أنه مسلسل لوبيين هو مسلسل تجاري بالأخير يعني هو مسلسل للفانز أنه هني يتفرجوا عليه ينبسطوا وخلصت القصة ما عندي مشكلة مع هاي النوعية من المسلسلات وأساسا أنه ما بقى لك أنه لوبيين الجزء الأول والثاني هو من أفضل المسلسلات اللي طلعت في الحياة لا أكيد هو مسلسل أنت بتتفرجوا عليه بتنبسط بتشوف شوية إثارة بتشوف حلقات وبينتهي الموضوع بالنسبة لك لا أكثر ولا أقل ولكن ومع ذلك أنت اليوم هاي النوعية من المسلسلات أول ما تدخل عليها حبكة مكررة قصة ما لم يهتم فيها الشخصية الرئيسية عبتغير لي من الأشياء اللي أنا متعود عليها فيها لا فيها عندك مشكلة كتير كبيرة أتوقع أنه الموسم الثالث منسبة مشاهدة تكون أساسا منخفضة ما شفت حصائية حول هذا موضوع مين مهتم في الموسم الرابع أتوقع ما في أي حدا مهتم فيه فما معرف هاي نتفليكس وهاي الطريقة اللي بتتعامل فيها مع مسلسلاتها وإلى هنا يا صديقنا كون نقطة انتهتنا من هذا الفيديو أرجوك الفيديو لا تنسى أكيد اللايك عليها اشتركوا في القناة زيادة لأماك واشتركوا ضرورة جدا نشوفكم في القناة السلام عليكم